مع وجود سياسة الإفلات من العقاب وانتشار السلاح باتت الميليشيات المرتبطة بالأحزاب في العراق تمتلك بيئة مناسبة لفرض سطوتها وقرارتها ومنح عناصرها الحصانة من الملاحقة والمسائلة فوضى أمنية أصبحت مصدرا تتغذى عبره الميليشيات وتمويل نفسها ماديا فيما تمارس الانتهاكات ضد حقوق الإنسان بعد أن اطفى زعماؤها عليها صفة القدسية التي لا يجوز وفقها ملاحقتها أو المساس بها مدام ترفع شعار ما قيل بأنه لأجل المقاومة والممانعة هادي العامري زعيم ميليشيا بدر يبرر السمرار بقاء السلاح بحوزة الميليشيات رغم انتفاء الحاجة التي شكل لأجلها وهو إنهاء تنظيم داعش ليشترط خروج القوات الأمريكية مقابل نزع السلاح بالنسبة إلى موضوع الفصائل خليطلع الاحتلال إذا ظهر السلاح أنا مسؤول عنه إذا ظهر السلاح بشعر أنا مسؤول واقع ينافي ما صرح به العامري ومن يبرر وجود سلاح الميليشيات أو يصف انتهاكاتها بأنها مجرد ظواهر فردية معهد النيولاينز الأمريكي لدراسات يؤكد أن الميليشيات الممولة إيرانيا في العراق أنشأت نظاما لتوسع نفوذها عبر السيطرة على تحركات المواطنين وتجارة فيما باتت تجني الأموال عبر الابتزاز عند نقاط التفتيش وفرض إتوات شهرية على المطاعم الكبيرة فضلا عن استخدام التهديد والعنف والاستيلاء على الأراضي والحقول النفطية وسط عجز حكومي في مواجهتها ووقف نفوذها بدوره قال النائب ثامر ذبان إن اتشار سلاح المنفلت بيد العشائر والعصابات المسلحة في عدة محافظات أفقدت دولة هيبتها وأدى في أكثر الأحيان إلى خروج مناطق بأكملها عن السيطرة فيما تساءل مراقبون لما لا تلجأ الحكومة للسنساخ تجربة جرف الصخر على هذه المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات كما يطالب البعض تكرار السيناريو نفسه على قضاء طرمية وغيرها من المدن والإجابة وضحة لا لبس فيها بعد أن نقلت وسائل إعلام عن ضابط كبير في وزارة الداخلية تأكيده بأن الآلاف من أوامر القبض على مجرمين متوقفة بسبب انتماء هؤلاء إلى أحزاب سياسية وفصائل ميليشيوية تتحاشل أجهزة الأمنية الاقتراب منها